يا زهراء يا زهراء يا زهراء أكمل كلام إمامنا الباقر صلوات الله عليه الذي رواه شيخنا المجلسي في الجزء الثاني والخمسين من البحار عن تفسير العياش فيخرج إليه إلى إمام زماننا من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني الإمام يصف الشيعة بالمرجئة ويصف جيش السفياني بغيرهم بغير المرجئة مع أن المرجئة أساساً هو وصف للنواصب لكن الإمام يريد أن يشير إلى أن الخطر الحقيقي هو في الوسط الشيعي الخطر من هؤلاء الشيع فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني فيقول لأصحابه الإمام استطردوا لهم فروا أمامهم خدعة استطردوا لهم ثم يقول كروا عليهم ارجعوا إليهم قال أبو جعفر صلوات الله عليه ولا يجوز والله الخندق منهم مخبر ولا واحد يرجع من هذه الجموع الكثيرة من الشيعة ستذبح بسيف الإمام ولا يجوز والله الخندق منهم لن يعبروا الخندق المخندق الذي مرت الإشارة إليه حول الكوفة ولا يجوز والله الخندق منهم مخبر هم الذين يقولون للإمام ارجع من حيث شئت لا حاجة لنا فيك ترجمة نانسي قنقر